حلوة شوية ادي احكي الحلوية عشان يرفعوا روحنا نحوية قبل ما نتكلم على منتخب مصر هبدأ معك في حالة من الزعل نحن نبقى نقطين بس حتى يازل اللحظة اكيد من دايقين مش مبسوطين يعني مش نقول ان احنا مبسوطين نحن نقطين بس في نفس الوقت في حالة من انه تم ان شاء الله خير يا جماعة نكسب المطش الجاي والامور تتحسن وتبقى افضل ايه اللي كان مزعلك وشايف ممكن يتحسن ازاي بداية من مباراتك في فرد ان شاء الله هكلمك من وجهة ناظر الشخصية وملهاش علاقة باراجة مهيرة لان هي في الاول اخر اراجة مهيرة تبقى من رأيه كلنا زعلني وانت كمان زعلات ودي كورة انا فكرة يعني ممكن اقول لك فنان حاجة تقولي حاجة غيرها مش مشكلة بالزبط الزعل اكيد نزعل انا 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 اللي زعلني جدا ان كنت متوسم في فيتوريا بصورة وشكل جدا لانا لقيته في البطولة يعني كلنا لو رجعنا بس للزاكرة شوية وقت كوبر وكروش كنا مسبتين طريقة واحدة بتلعب تصنيف اول بتلعب تصنيف تالي بتلعب تصنيف رابع انت بتلعب دفاع منطقة كومباكت قدام التمنتاشر وباصل صلاح وكان عندي اعتراض كبير جدا على الطريقة دي لاني ما فيحش سبط طريقة بمنتخب مصر وانا بيعفت لتصنيف اقالي ميش اقالي تصنيف اقالي مني زي ما هاجموش واضغط علي من البداية فما جينا مع فيتوريا وخصونا الفترة الاخيرة بالمطشين الوديتين اللي عملها منتخب مصر كنت دايما انا محمود تلاقي منتخب مصر عامل لهاي بروشار بتاع او الضغط العالي من قدام صح بدليل اللجوان اللي ما جابها محمد صلاح او اي لعيب في المنتخب قبل البطولة هتلاقي من الضغط العالي مجرد ما تقضع هتلاقي المسة الثانية التالتة جول صح فقلت بس الحمد لله يعني اداء مبشر عندك تنوع في الطريقة عندك تنوع في مناطق الضغط بتاعتك انا ما عنديش مشكلة بلعب سنغال بلعب مغرب ان انا دافع كويس قدامه مع المرتدات اللي هي امكانيات اللي عندي لكن عندي مشكلة كبيرة ان انا لعب تنزانيا لعب اي تصنيف اقل مني وطفر هم مين وانا بدافع وانا بدافع مظبوط لغاية ما جينا اول مطش اول مطش سيناريو اي مدارب يحلم بي ان انا اجيب جول في اول خمس داقيق او بداية المباراة اول اول دي اونس يعني اول دي اونس اخير بسم الله رحيم 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 فاصبح انت كمدارب النهاردة عندك طريقين ممكن تمشي فيهم طريق اول انا اكمل ضغط واجيب التاني والتالت والطريق التاني للأسف هو د اللي لجأ ليه منتخب مصر مع فيتوريا اللي هو رجع وفضل اللي هو يأمن ويحافظ على الهدف فبعد ما كانت الفرق او المنتخب نازل خايف منك لأ موزنبيك موزنبيك نازل خايف منك بدليل اللي انت دقيقة ونص بتجيب هدف ممكن تكمل تجيب فيه موزنبيك التاني والتالت لأ انت اديتهم الفرصة خليتهم يتجرق عليك جابوا فيك هدف وبعا كانت امور اتعقدت حلو الشوت الاول في مباراة غانا ما كنتش شكلنا حلو برضو بس تحسننا كثيرا في الشوت التاني انا نفس الكلام اللي هقوله على موزنبيك هقوله على غانا غانا اسم كبير طبعا طبعا لكن كافراد في الملعب مش منتخب مصر هم كافراد كويسين بس كفريق مش حلو ده ده رقم واحد كفريق مش حلو بدنيا غانا ما جيتش الشوت التاني يعني بدنيا كمان انت لو مذاكر المنتخب كويس هتعرف ان هم بدنيا مش افضل حاجة التفوقت عليهم في الشوت التاني لكن اللي يمنع النهاردة ان انا وانا بقابل غانا ان انا ضغط غانا من بداية المهورة خلي بالك انت الهدفين اللي جب عنه دلوقتي لما سحبت اه لما نزلت عمر مرموش وتريس جي النهاردة تريس جي لما لعب هافليفت نزلت ريس جي هافليفت ورح مدخل عمر مرموش شده سترايكر او راس حربة تاني جاب مصطفى محمد والناحية التانية كان مصطفى فاتحي فاصبح محمود انت بتقابل بربعة فلما ضغطت بس على منتخب غانا الجنين جم الزيادة على دي اللي عندك مدل هاي بيرشر الضغط بتاعك اللي انت عامله طب ليه انا ما بيبدأش كده عندي منتخب قوي عندي ل لعيبة كويسة جدا مش هنمسك لعيب لعيب في المنتخب لأ انت عندك امكانيات كويسة تقاهلك ان انت تلعب ضغط عالي تقاهلك ان انت تجيب هدف وتغطي بعابد تاني والتالت وشوفنا منتخبات كتير عمل كده السنغال عمل كده اول مباراة المغرب عمل كده اول مباراة جاتلك فرصة على طبق من دهب ان انت تخوف بقية المنتخبات احنا النهاردة قاعدين بنتكلم على السنغال والمغرب وبكلمك على الاول مباراة مش تاني مباراة اول مباراة انت خ خلاص. اديت رسالة لكل المنتخبات. انا راجل جاي. هكسب اي حد. انا راجل بضغط على اي فرقة قدامي. الفرقة بتخاف منا.